مستقبل كل ده في مصر طبعاً الزكاة الصناعية مستقبله هو عشان يبقى فيه زكاة الصناعية لازم يبقى فيه حاجة اسمها ديجيتال ترانسفورميشن التحول الرقمي وأفتكر يعني متابعتي للموضوع في مصر احنا خدنا خطوة كبيرة قوي من الحكومة ومن أزيد من اتجاه والشركات ابتدى يبقى فيه تحول رقمي بدون فيه تحول رقمي وفيه معلومات جاهزة على الكمبيوتر ومش على الورق يبقى احنا دلوقت جاهزين يبقى الزكاة الصناعية انطبفت يعني لازم يبقى عليها هيقدر يستخدمها ازاي دي برضو هتبقى توجهات لاني بيسموها مشان كريتيكال يعني حاجة اما وأولويات الدولة الأول الأولويات ديت هتبقى نوع من الـ الـ لانها هتنظم لنا المعلومات هتاخد لنا قرارات هتساعدنا في اتخاذ قرارات مش لازم تاخد دايما في اتخاذ القرارات بيتاخد خطوتين يأما قرار هو الكمبيوتر نفسه هياخد القرار نهائي من الـ A to Z او هتدينا خطوة لقبل الخطوة النهائية يعني يعني هو اذا خدت القرار يبقى هو هيدغط الزرار هيددينا القرار وياخد الـ اكشن بتاعه لا انت بس ادينا الخطوة اللي هيدغط اللي هو يضغط الزرار ده وياخد الاكشن ايو بالزبط واحنا اللي هناقض الاكشن احنا فده ده semi automation فهو افتكر ان اللي هيتم في الفترة اللي جاية في مصر زي ما تم في امريكا وفي بعض الدول انه هو هيتم خطوة اللي هي قبل الاكشن ده اللي هو هياخد كل المعلومات وهياخد كل القرار ويديني تحليلات ويتديني التوصيات وبعدين هيديني الركم بالزبط التوصيات دي واحنا القرار يطلع يا حضرتك بقى في الاخر انا اخد انهي قرار فيهم وممكن يديني مع كل قرار الامباكت فاكتور اللي هو لو انت خدت القرار الاولاني مية في مية هتحقق كذا والنتائج كذا عشان يبقى فيه ريسك فاكتور يرجح في الاخر للسي او والإبارة ده ده احد الحاجات التطبيقات احنا يعني فيه السيكوريتي طبعا ده مجال مهم جدا في اي بلد الكاميرات في كل ماكن حتى يعني دلوقتي دخلنا في مرحلة البيهيفيور اناليسيز اللي هو كنت بسأل نفسي وانا ماشي يعني واحد لما انا هقف قدام الباب بتاع الشقة بتاعتي الباب هيفتح لي يعني زي السمارتفون ببصمة ببصمة بصمة الايديا اما بيفتح لك الباب طب لو فيه واحد ماشي كده وبيعمل اي حاجة غريبة كده هل الباب ده هيعرف يعمل لي حاجة ولا اه فهيبقى هو ده مرحلة البيهيفيور اناليسيز ودي بقى يحلل السلوك والتصرفات بتاعتي اه يبص عينين نبض القلب الدم ضغط درجة الحرارة اه ده جاي في الطريقة اه جاي جاي ده ولأ فيلم الخيال العلمي اه هي ما هي هو اصل الزكاة الصناعية كده يعني نوع من الخيال العلمي كده وابتدت حقيقة يعني مستقبل الابحاث في مصر هو الابحاث بصفة عامة حتى في امريكا ابحاث يبقى في تطبيق في فند لها يعني لازم يبقى في فلوس للبحث يعني احنا انا ما استغلتش الدكتوراه على بحث وكان بحث مهم جدا الا ما كان ما عندنا فلوس ليه يعني كان في فلوس عشان نطبقه لان الابحاث فيبقى فيه دعم له من اي جهة بعدين التطبيق بتاعه من فترة البحث الفترة التطبيق تقريبا بتاخد عشر سنين دلوقتي مع وجود التكنولوجيا القلة الفترة ممكن تبقى خمس سنين التطبيق اللي هو ايه لكن تلاقي برودك تطلع من رسالة دكتوراه مثلا لانها عمل ما تتأكد وتتم فابتدت دلوقتي مع وجود الديجيتال ترانسفورميشن الفترة دي كل شوية بتقل مجرد ان البحث بيطلع دلوقتي بنقدر نوصل لناخد منه خلاصة وكده الهايب يعني فيه كيرفات كده لكل تكنولوجيا جديدة التكنولوجيا بتاعة الزكاء الصناعية طلعت لمرحلة المرحلة الهايب اللي كل الناس بتتكلم عنها زكاء الصناعي وكل الناس عايزة تعرف يعني زكاء الصناعي ومعظم الناس 50% مش فاهمين يعني ايه وفي 50% بعد شوية بقيت اللي هي مرحلة التطبيق مرحلة التطبيق وبعد مرحلة التطبيق مرحلة الانتاج ومعظم مرحلة ومعظم وتحولنا من الزكاء اللي هو المحدود اللي هو الزكاء الصناعي المحدود اللي الجنراتيف اي 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 او الجنرالايز اي 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 اللي هو الزكاء المعمم او الاوسع ده الخطوتين اللي جايين ودي هي كل الابحاث شغالة دلوقتي اما الريليفنسي الواكبة اه ما شو يعني انا حتى كنت بقرأ ابحاث وانا في امريكا وانا حتى دلوقتي لأسات في مصر ففيه ريليفنسي بس يقد ايه احنا طلعين يعني نسبة الابحاث لندي لازم تعمل ضخ تمويل لهذه الابحاث حتى تصل لمراحل التطبيق لازم وتطبيق 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 واتصالها بالشركات يعني